لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من دبي عبر تطبيق زوم السيد سامويل ويربرغ المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية أهلا بك معنا سيد سامويل أبدأ معك بإعلان الخارجية الأمريكية الأخير عن دعمها الثابت كما وصفته لبازوم وأكدت أيضا عزمها للعمل على استعادة النظام الدستوري ما هي الخطوات التي ستقدمون عليها في هذا الإطار إذن مساء خير يا دينا وشكرا لك وشكرا للقناة الشارقة فعلا كما أسمعنا من الوزير بلينكين كما أسمعنا من جون كيربي كما أسمعنا من البيان من المستشار المنال القومي جيك سوليبن من الساعة الأولى بعد هذا الاستلاء على السلطة نحن ندعم الرئيس المنتخد ديمقراطيا رئيس بازوم نحن ندعم الهكومة النيجيري وأيضا نحن سنستمر في هذا الدعم والآن نحن في مناقشة في اتصال مع كل الأطراف في المنطقة نحن في التواصل كما أسمعنا من البيت الأبياد والوزير الوزاة الخارجية نحن في التواصل مباشرة مع الرئيس بازوم نحن ما زال نعتبره الرئيس الدولة دولة نيجير إذن نحن سنستمر في ذلك وكما أسمعنا كل التعاون والمساعدة الأمريكية الآن تعرض للخطر من هذه الأحداث وتطورات طيب أشهرتم أيضا إلى الحديث مع الخارجية الفرنسية في هذا الشأن ما هي التدابير التي تمخضت عنها ربما هذه المحادثات مع الجانب الفرنسي هل من تعاون مشترك سنشهده في هذا الإطار بدون شك هناك تنسيق هناك تعاون هناك رؤية مشتركة ونحن سنكون في تواصل كما أسمعنا من البيان من الوزاة الخارجية حول الاتصال بين وزير بلينكين ونظيره الفرنسي إذن نحن سنستمر في هذا التواصل نحن نعرف أن فرنسا لديها اتصال مع كل أطراف داخل البلد داخل نيجير ونحن سنستمر في هذا المناقش لأنه ليس فقط الولايات المتحدة وفرنسا ولكن أيضا الإيكواس والإتهاد الأفريكي وكل المؤسسة الأخرى لديها تأثيرات لديها نفوذ لديها اتصال مع الأطراف النيجيري نحن سنكون في تواصل معها ما هي أبرز المخاوف لديكم سيد ساموال فيما يتعلق بهذا الانقلاب وهل من مؤشرات حتى اللحظة إن كان هذا الانقلاب سيحدث نوعا من الموجة أو موجة انقلابات أخرى في دور مجاورة إذن أول وأهم شيء التأثيرات السلبية على الشعب النجيري لأن منذ سنوات نحن كان لدينا ومازال لدينا التواصل وتعاون مع الهكومة النجيري مع قوة العمل النجيري إذن نحن نرى أن الأول وأهم التأثيرات ستكون على الشعب النجيري التي الآن ستعاني من هذا الاستلاء على السلطة ولكن ثانيا نعم منذ سنوات هذا البلد كان يمثل استقرار في المنطقة كان لديها تعثيرات إيجابية على المنطقة إذن نعم نحن لدينا خوف لدينا مقلق حول الإمكانية لحد الأحداث هذه الأحداث هذه التطورات في نيجير ستؤثر على المنطقة بشكل سلبي طيب هذه المخاوف هل ترتبط فقط بالجماعات الموجودة في نيجير والدول المجاورة أم ترتبط على مستوى دولي أتحدث هنا عن استغلال ربما ما يحدث من قبل دول أخرى بدون شك هذا سؤال جيد جدا يا دينا ونعم نحن لدينا القلق ليس فقط حول الجماعات الإرحابية المجموعة الإرحابية ولكن أيضا على أي فراغ أي فراغ أمني سيؤدي إلى كما رأينا مثلا في بركينة فاسو كما رأينا في مالي كما رأينا في تشاد وفي أي دول أخرى عندما هناك فراغ عندما هناك عدم الأمكانية الحكومة التي تسيطر على البلد إذن نعم نحن لدينا القلق بالنسبة ليس فقط المجموعة الإرحابية ولكن أيضا المجموات الإجرامية ومجموات أخرى طيب بهذا السياق البيت الأبيض كان قد قال بأنه لا توجد حتى الآن أي أدل على تورط فاغنر بما أنه تم الحديث أيضا عن احتمالية تورط الروسي أو قوات فاغنر بشكل خاص في هذا الانقلاب بالمقابل رأينا تصريحات لبريغوجين يقول فيها أو يعلن عن استعداده للمساعدة في هذه الانقلابات ما هي خيارات واشنطن في حال ثبتت هذه أو إن وجدت أي أدلة في هذا الإطار إذن أهم نقطة هنا كما سمعنا من البيت الأبيض كما سمعنا من الوزارة الخارجية ليس لدينا هذه التعلان أي إشارات التي تدول على أن فاغنر أو أي مجموة خرج من البلد خرج من نيجير لديها يد في هذه الأحداث إذن أنا لا أريد أن أستبق أي أحداث أنا لا أريد أن أتقاحن بأي نتيجة وليس من الممكن أن نقوم بحكم أي مجموة فقط من الكلام من خطاب بريغوجين أو أي شخص آخر إذن حتى الآن ليس لدينا هذه أي إشارات طيب الاتحاد الأوروبي أعلن عن وقف تعاونه الأمني وأيضا المساعدات المالية المقدمة للنيجير هل ستحدون حذو الاتحاد الأوروبي؟ لماذا لم تتخذوا الولايات المتحدة بشكل مباشر هذه الخطوة أو بالتزامن مع الاتحاد الأوروبي؟ ماذا تنتظرون؟ نعم أولا من اللازم أن نؤكد أننا في التواصل نكثب مع الاتحاد الأوروبي نحن سنكون بكل المناقشات معها ومع فرنسا ومع أي مؤسسات أو أي جهة أخرى لديها نفس القلق لدينا بالنسبة لأمر في نيجير نحن سنتابع ونستمر في تابع الأحداث نكثب داخل البلد كما معروف ما زال لدينا الجيش الأمريكي داخل البلد كان هؤلاء يقوم بالتنسيق وتعاون مع الأطراف النيجيرية حول مكافأة الإرهاب إذن نحن نتابع الأمور لم نصل حتى الآن لأي قرار أنا لا أريد أن أستبق أي قرار من البيت الأبياد أو الوزاة الخارجية لذلك حتى الآن نحن نقول أنه هو استلاء على السلطة ما زال نحن لا نسمي محدثة انقلاب حتى الآن ومن يجب أن نستنى أي قرار أو أي خطوة أخرى من البيت الأبياد بما أنك أشرت إلى مسألة وجود القواعد أو الجنود أو القوات الأمريكية في النيجير نعلم بأن حتى اللحظة بحسب التقارير هناك ما يقارب من 800 أو 800 إلى 1000 جندي أمريكي يساعدون القوات هناك لمواجهة المخاطر الأمنية بالإضافة إلى 1500 جندي فرنسي أيضا هل تحدثتم عن مصير هؤلاء؟ إذن حتى الآن ليس هناك أي تغيير أنا ليس من الممكن أن أتكلم باسم الوزاة الدفاع الأمريكي هذا أي قرار بالنسبة لها هؤلاء سيعطي من الوزاة الدفاع ولكن من الممكن أن أؤكد أنه ما زال هؤلاء هم موجودين داخل البلد وليس هناك أي تغيير حتى حاليا لهذا في حال ما مضى هذا الانقلاب واستمر ولم تتراجع هذه القوات عن هذه الخطوة الانقلابية ما هي خطوات واشنطن؟ أعلنتم أو أشرتم إلى أنه قد ستقدمون على وقف المساعدات المالية لكن ماذا بعد ذلك؟ نعم بدون تكاهن بأي نتيجة أو استبق أي قرار من الوزاة الخارجية من الممكن أن أؤكد أنه صعب جدا لنتخيل أي مستقبل بالنسبة للتعاون العميق بين الولايات المتحدة والنجير في سياق هذه الأحداث الولايات المتحدة تدين بجدها هذا الاسطلة على السلطة وليس من الممكن أن نصور الأمكانية لنستمر في هذا التعاون وكما أسمعنا من الوزير بلينك هذا التعاون هو من 100 ملايين من الدولارات والمساعدة للمكافأة الإرهاب وإلى آخره إذن صعب جدا لنستمر في هذا التعاون في وجه هذا الاستلاء على السلطة شكرا جزيلا لك سيد سامول ويربرغ المتحدة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية كنت معي مباشرة من دبي عبر تطبيق زوم شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة